احتفلت إيباراشية جيرجا بعيد الميلاد المجيد حيث وصل نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوريوس أسقف الإيباراشية القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل مخائلة وشاركه الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب بينما قدم اللواء طارق الفقي محافظ سهاج ومدير الأمن اللواء الدكتور الحسن محمود والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان التهنئة بالعيد وكان في استقبال المهنئين إلى جالب نيافة الأنبا ماركوريوس الأباء كهنة الإباراشية والأراخنة صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بخميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس العذراء مريم والقديس أثانسيوس الرسولي بدمانهور وحضر اللواء هشام أمن محافظ البحيرة يرافقه اللواء ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلس أنواب جانبا من القدس كما حضروا للتهنئة أيضا صبيحة يوم العيد صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا تماس أسقف القصية ومير قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يحن المعمدان بالقصية وشاركه الأباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب هذا واستقبل نيافة الأنبا تماس صباح يوم العيد اللواء عصام سعد محافظ السيوت واللواء أسعد الذكير مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإبارشية بالعيد